هذه تحية لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم أجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي نستعرض في الدقائق القليلة المقبلة مجموعة من قرارات مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي التأم بمقره التاريخي بالجزيرة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 الحياة هذا الاجتماع انعقد برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالنشاط الرياضي والانشاءات وخطة النادي الأهلي الطموحة للارتقاء بكل الخدمات التي يقدمها لأعضائه وأيضا دعم الفرق الرياضية المختلفة تبقى دائما في المقدمة ولإسعاد جماهير النادي الأهلي اعتمد النادي الأهلي اليوم أو مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا مهما يتعلق بزيادة رأس مال شركات الأهلي الثلاثة بنسبة 100% وهي شركة الأهلي لكرة القدم شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للخدمة إيمانا الحقيقة من مجلس الإدارة بأهمية الدور الكبير المنوب بهذه الشركات خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة لتتمكن أيضا من القيام بدورها وتلبية طموح النادي الأهلي وجماهيره في كل مكان خصوصا من النادي الأهلي كان سباق الحقيقة بإنشاء هذه الشركات اللي أصبح لها دور كبير جدا في خدمة النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره ودعم فكرة الاستثمار الرياضي ومن ثم كان الاهتمام بزيادة الحقيقة رأس مال الشركات بنسبة 100% خصوصا أنه هيكون فيه أخبار طيبة ولها دور كبير إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة ثانيا تابع الحقيقة مجلس الإدارة عملية استمرار الإنشاءات والجديد فيها في مقر النادي في الجزيرة وفي فروع النادي المختلفة في كل مكان كان هناك ملاعب أعلى المجلس إدارة النادي الأهلي عن بدء استخدامها للأعضاء في فرع الشيخ زايد الحقيقة منشاءات يشار إليها بالبنانسة وملاعب كرة القدم البدل وخلافه ومتابعة أيضا الانتهاء وتشطيب المسجد الذي سيتم افتتاحه قريبا وكان المجلس الحقيقة يعني بعد ما سمح باستخدام هذه المنشآت ألغى فكرة الاحتفال بها يعني نظرا للأحداث التي تمر بها المنطقة وطع طفا مع أهلنا في غزة ضد الاحتلال والعدوان الغاشم الحقيقة الذي يمارس ضد المدنيين في قطاع غزة وهذا هو موقف النادي الأهلي المتسق طبعا مع موقف الدولة المصرية الكبيرة وعموم الشعب المصري الحقيقة الموضوع الثالث اللي اعتمدوا أو تابعوا مجلس إدارة النادي الأهلي هو دراسة مجموعة من المقترحات التي وردت من السادة أعضاء الجمعية العمومية إلى الإدارة التنفيذية ومن ثم إلى مجلس إدارة النادي الأهلي لعرضها على الجمعية العمومية العادية المقبلة المجلس ثم من الحقيقة بكثير من التقدير هذه المقترحات البناءة والإيجابية والتي تستهدف الحقيقة رفعة النادي الأهلي وأعرب عن تقديره للأعضاء اللي قدموا هذه المقترحات مع وعد طبعا بدراستها وعرضها على الجمعية المقبلة وهذا هو دأب وسمت النادي الأهلي الحقيقة الكل يعمل فيه منظومة واحدة وفي تناغم بهدف رفعة والحفاظ على تفوق واستمرارية وتقدم النادي الأهلي يعني دي كانت مجموعة بس بسيطة مما تم دراسته في مجلس إدارة النادي الأهلي أو بحثه بالإضافة إلى العديد الحقيقة من فعاليات النشاط الرياضي وخلافه لكن بنكتفي بهذا القدر وبنشكر حضراتكم على حسن المتابعة دائما النادي الأهلي في المقدمة وحافظ الله مصر إلى اللقاء